اشتركوا في القناة 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 وفق بلغا صادر عن وزارة الداخلية اليوم اشتركوا في القناة التي اصطرت للبطالة الفنية واوصى رئيس الحكومة في هذا السياق باختصار اجال توزيع المساعدات المالية على مستحقها واحترام كل اجراءات الحجر الصحي الشامل في تنظيم عملية الصرف والتوزيع تجنبا لكل مظاهر الاكتظاب والتجمهر والانتظار حفاظا على سلامة المواطنين وفق بلاغا صادر عن رئاسة الحكومة وذكر البلاغ ان هذه المساعدات الاجتماعية المعلنة من قبل رئيس الحكومة ستشمل حوالي تسعمائة الف عائلة باعتمادات جملية قدرت بمائة وخمسين مليون دينار كما تم رزد خط تمويل بثلاثمائة مليون دينار لمرافقة المؤسسات واصحاب المهن المحالين على البطالة الفنية بسبب تداعيات ازمة كورونا هذا وستوفر الدولة عبر الاتحاد التونسي للضمان الاجتماعية ستين الف طرد من المواد الغذائية يشرع في ايصالها الى منازل المنتفعين بها انطلاقا من يوم الثالث من ابريل القادم والى غاية موفى شهر رمضان المعظم من جهة اخرى وبالتنسيق بين وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والدفاع والداخلية تقرر فتح مدرسة اعدادية بكل معتمدية لقبول التبرعات من المواطنين وتأمين ايصالها الى العائلات بالتعاون مع المجتمع الودني وفق البلاغ ذاته اذا بداية من صباح اليوم بدأ صرف المساعدات الاجتماعية الاستثنائية والظرفية المعلنة عنها لفائدة العائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل ضمن حزمة الاجراءات المعلنة للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد ووفقا للرزنة التي طبقتها وزارة شؤون الاجتماعية تنتفع اليوم بهذه المساعدات الاستثنائية العائلات المنتفعة ببرنامج العائلات المتكفلة باطفال دون سند عائلية في اطار برنامج الاداء العائلي والعائلات المتكفلة بكبار السن فاقد السند العائلي في اطار برنامج الاداء العائلية بقيمة 200 دينار لكل عائلة وذلك عن طريق حوالة بريدية وسيتواصل توزيع المساعدات التي تشمل فقط القائمات الاسمية المضبوطة لدى سلطة الاشراف على بقية الفئات تدريجيا حتى سادس من افريل المقبل وذلك مسايرة لاجراءات الحجر الصحي الشامل واجتنابا لاكتظار امام مكاتب البريد اما بخصوص المساعدات المساعدات الاجتماعية الاستثنائية والظرفية المخصصة للعائلات محدودة الدخل المنتفعة ببطاقة علاج بالتعريفة المنخفضة فسيتم يوم السادس من افريل اعلان رزنامة بداية صرف المساعدات لهم حسب بلاغ الوزارية حال مكتب مجلسي نواب الشعب مشروع قانون معروض من الحكومتية مع طلب استعجال النظر بصفة مستعجلة على لجنة المالية والتخطيط والتنمية وذلك في اجتماع عقده اليوم عبر التواصل عن بعد ويتعلق مشروع القانون وفق بلاغا للبرلمان بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقعي المصادر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجميع مؤسسات مالية أجنبية ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في عدد من مناطق الجمهورية فيما تم تسجيل حالة شفاء جديدة بالقيروان إضافة إلى ثلاث حالات شفاء سابقة حسب وزارة الصحة العمومية كما سجلت تسع وفايات في كامل أنحاء الجمهورية هذا وقد أعلن اليوم المدير الجهوي للصحة بالقيروان عن شفاء أحد المصابين من فيروس كورونا وهو شاب في الثالث والثلاثين من عمره في حين أثبتت نتائج تحليل زوجته المصابة أنها ما زالت إيجابية وبعد ذلك إنهائهما لفترة الحجر الصحي الذاتية وفي ولاية بنزرت سجلت إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليصل عدد الإصابات المؤكدة بالجهة إلى أربع عشرة حالة فيما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا لدى الأشخاص العائدين من الخارج والموضوعين في الحجر الصحي الإجباري بأحد النزل بشط مريم بيسوسة إلى أربع إصابات بعد تسجيل إصابتين جديدتين لدى رجل وامرأة ولاية أصفاقس عرفت اليوم ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الجملي بالجهة إلى سبع عشرة إصابة كما سجلت ولاية نابل ارتفاعا في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حيث وصل العدد إلى عشر إصابات منها ثلاث إصابات في صفوف الإطارات الطبية وشبه الطبية ولاية بن عروس بدورها شهدت اليوم خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجملي للإصابات المؤكدة في الجهة إلى أربعين حالة طبعاً وللمزيد من التواقي والتعرف المسبق على احتمالات الإصابة بفيروس كورونا تم في المستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة تركيز وحدة فرز متخصص ستدخل حيز العمل الفعلي غداً في انتظار تعزيزها بوحدتين إضافيتين جهوي الحسين بوزيان بقفصة تختص في إجراء المراقبة الأولية للوافدين على هذه المؤسسة الصحية تفادياً لأي عدوى محتملة بفيروس كورونا المستجد ركزنا الواحدة هذه لتصف إلى الفرز وإنطروقات الأوليني ويسير فيها توجيه المرضى كيف سواء في تسامنا اليرجمس نورمال واليرجمس كوفيد دوه بارتي كما تشوفون هنا في اللفتات اللفتا مننا وليفتا مننا لانتاية تكفل بتوجيه المرضى كيف سواءيرجمس نورمال تتمشي للرجمس نورمال كيف سواءيرجمس كوفيد حتى نمشي للرجمس كوفيد قمنا بجمع تبرعات بشرينا هذه الوحدة اللي بش توقع تعمل الفرز الاولي وذك بالنسبة لنا حاجة هامة جدا بش يوقع الفرز الاولي باش ما يختلطش الكوفيد بلوس باللي جاي يعدي على لقدر الله مشكلة في القلب هذه الحاجة الثانية ساهمنا في هذه وباش نشره كل الاحتياجات للناس اللي باش تكون في الصف الاول في جانب اخر تسعى اللجنة الطبية بالمستشفى الجهوي لحسين بوزيانة الى ترشيد استهلاك الكميات المتوفرة من وسائل الوقاية المخصصة لإطارة طبية وشبهة طبية تحسبا لأي تطور في الوضع الصحي بالجهة الكمية محدودة قاعدين نسعوا عن مشكورين عن جنود خفاكم يقولوا فاها بيروداشا قاعدين كل يوم يتصلوا بالمزودين لانا موجودة في العالم الكل هي راهي وحدة الفرز الاولي التي ستدخل هو حيز العمل يوم غد ستعزز قريبا بوحدتين اخرين انطلق اليوم مخبر والاحياء الدقيقة والتحليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي فرحة حشاد بيسوسة في اجراء التحليل الخاصة بفيروس كورونا بمعدل خمسين تحليلا يأتي ذلك معاضدة لمجهودات المخابر المرجعية طبعا سنعود لهذا الموضوع مشاهدين بعد قليل اذا توفرت المادة وتتواصل عمليات تجديد الاجراءات الامنية والرقابة في الاسبوع الثاني للحجر الصحي الشامل بمدنين اجراءات امنية وحرص على تنفيذ القانون على مخالف الحجر الصحي وحظر الجولان لكن يبقى وعي المواطن هو الفيصل في هذه الفترة في مدينة مدنين ومع دخول الحجر الصحي الشامل أسبوع الثاني تعصزت الاجراءات التنفيذية لتطبيق مختلف محاوله من قبل الوحدات الامنية والعسكرية بتشديد الرقابة وتعزيز الدوريات الامنية والعسكرية المترجلة والقارة والمتحركة نقوم مسح كامل مرجع نظر لفرض تطبيق القانون كذلك قمنا برفع بعض المخالفات في الإطار الثاية وقمنا زادة بحملات توعوية وتحسيسية للناس ولمستعملية الطريق ولينا نتحرق معهم لكثيريا ماشيين يا للطبيب يا للصيدلية أو لقضاء بعض المواد الغذائية وفي مقابل الحرص على التنفيذ الكاملة للحجر الصحية بمدينة مدنين ارتفعت واتيرة تفاعل المواطنين مع هذه الإجراءات ومدى التزامهما بما جاء فيه من نقاط أنا ماشي نقضي في قضية مش الروح شدد دار وذا بلا نس كنت شدد يارا قال الفيريس يتنحى إن شاء الله يا ربي عجر الصحي ما يجح كان بالمواطن وإن شاء الله يكون المواطن أكثر شوية وعي بحول الله ونتجاوز الأزمة هذه أتوان صارنا وعيين وفيقين وعارفين كل شيء ما حتى ليخرج له بحاجة أكيدة ومع ذلك يبقى الجهد مشترك ومتعدد المحاورة حتى تتحقق أهداف مثل هذا الإجراء إذن انطلق اليوم مخبر الأحياء الدقيقة والتحليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي فرحة حشد بيسوسة في إجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا بمعدل خمسين تحليلا يأتي ذلك معاضدة لمجهودات المخابر المرجعية نتابع بمعدل خمسين تحليلا ينطلق اليوم قسم مخبر الأحياء الدقيقة والتحليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي فرحة حشد بيسوسة في إجراء التحليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد الوقت الحالي تقريب خمسين يومين بين بين أربعين واربعين وستين تحليل في النهار هو بالمزوز مخابر جدد لفرحة حشد بيسوسة وفاطم برقيبة بالمستير معناها سيروما وفاما تقسيم جديد مشيقع ونحن نحن نلبيو الطلبات التي لا توصل للنماء إجراءات صارمة اتخذتها إدارة المستشفى الجامعي فرحة حشد بيسوسة لضمان سلامة الإطار الطبي وشبه الطبي بمخبر التحليل الإدارة جهوية للصحة والإدارة المستشفى بتاعنا وفرتنا جميع الطلبات التي تجعلنا نخدم في ظروف سلامة طيبة لجميع الإطار الطبي وشبه الطبي موجود في المخبر متاعنا خمسون تحليلا قد تصلوا وفق نسق تصعدي إلى حدود ثمانين تحليلا يوميا لتدعم بذلك الخطة الوطنية لمواجهة الكورونا يكفي فقط أن يلتزم الجميع بالحجر الصحي الشامل إذن يتواصل الحجر الصحي العام وحضر الجولان في مختلف مناطق الجمهورية منذ العشرين من شهر مارس الجاري فيما يستمر ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا وهما أثر سلبا على نفسية بعض المواطنين بسبب طول البقاء بالمنازل وضعية تحتاج ضرورة التوعية والمرافقة النفسية لبعض الحالات ولكن لمزيد التواقع من الأزمات النفسية التي يمكن أن تحدث لدى البعض نستضيف معنا في الستوديو مشاهدنا الدكتورة مجد شعورة الوزر رئيس قسم بمستشفى الرازي ونائبة رئيس الجمعية التونسية للأطباء النفسيين مرحبا دكتورة شكرا على الاستضافة العفو مرحبا إذن دكتورة لدينا علم بأنه اليوم تم لقاء بين مجموعة من الأطباء النفسيين ووزيرة الصحة هذا الاجتماع الذي كان بحضور مجموعة من الأطباء النفسيين ما هي ربما أبرز الإجراءات التي اتخذت خلال هذا الاجتماع في علاقة بالجانب النفسي اليوم الذي يحتاجه المواطن أكثر من أي وقت مضى شكرا هو أول حاجة نحب نشكر الوزير الصحة والإطارات في البيدرة هذية خطر هو في إطار النظرة الشاملة للإنسان بمكوناته البيولوجية البسيكولوجية والاجتماعية اللي هي موجودة توا حتى في البلدان المتقدمة لكل قاعدين نعملو كيفهم هذي الاجتماع كان مهم جدا خاطر المرض هذي الوابية هذي المنتشر اللي ما كناش نعرفوه أشهر التالي في ديسامبر ظهر في الشين اللي ما كناش نعرفوه للتو ما نعرفوهوش بالجدائي وما نعرفوش كيفاش يتسرب كيفاش برش حاجات تعليه وكل باش يكون ليلو مذرة على نفسية المواطن ما هي الأبرز الإجراءات التي اتخذت في هذا الشعب أبرز الإجراءات هو فما ثلاثة شرايح معناتها فما المواطنين بصغار وبكبار وبالشرايح العمورية لكل وسيختوه والفلنيغاب اللي هي عرضة أكثر للمرض هذا وعرضة أكثر للمشاكل النفسية وعننا زادة الناس اللي الداوي كطبي وعننا الناس اللي في الحجر الصحي ديزان في الكارنتين هذو كلنا في الحجر وما في الكارنتين احنا في الكون فينمان وما في الكارنتين هذي الكل اللي له تأثيرات وفيه حاجات أول حاجة نحبو نقولوها أنه أول حاجة اللي حتى المنظمة العالمية للصحة أكدت عليها أول حاجة سي دوني الانفورماشن تعطي المعلومة المعلومة الصحيحة للإنسان باش مايقعدش يلوج في المعلومات الغالطة اللي تزيد تخوفو اللي تزيد تغلطو فما احنا وزارة الصحة كل يوم تعطي قداش لي صابات جديدة وفما برشا مراجز يعطيوك المعلومة الصحيحة والدقيقة ونبعدو عليك الريماغ والإشاعات وخاصة كاليفيك نيوز اللي يفجعوا لعبات يغلطوا لعبات دونك المعلومة ومنين تاخذها وفما برشا نوامر تليفونات موجودين على ذمة وأطباء صغار وكبار موجودين باش يفسروا المعلومة الصحيحة باش يعطيوه المعلومة الصحيحة ومنهم وزارة الصحة حتى على ذمة المواطنين طبعا هذا في علاقة بالمعلومات بالمعلومات والمعلومات الصحيحة والدقيقة أول حاجة باش نقصو الضغط النفسي أنك تعطي المعلومة الصحيحة ما تخليهاش يسمع في اللي غمير يسمع في اللي فيك نيوز من الفيسبوك ثاني حاجة زيدا يلزمنا نقاومه الأفكار الخاطئة اللي موجودة اللي تنجم تبعث بلبلة اللي تنجم تخوف لعبات كيف يمكن مقاومة هذه الأفكار الخاطئة التي يمكن أن تبعث بالبلبلة والرعب لدى أنواح هو أنك تعطي المعلومة الصحيحة وقت اللي يلزم وما تخليش العبد يلوج وقت اللي يقوله آه سيئة صارنا كي إيطاليا ودراشنو كي عندك له شيفخو شفتها هنا بيدي البارح مثلا الناس تبعث لشيفخ خلي تخرجوا وقتها الناس تعرف بالحق هذا كيفاش وذي معروف أنهم لذوم المعلومات الخاطئة تزيد طيب المعلومات الخاطئة ودخل الأسرة خاصة ونحن في الحجرة الصحية الشامل وكذلك حضر الجولان باتة العائلة والأفراد يمضون وقتا طويلة بالبيت وهذا ربما يبعث على الملل لدى البعض وربما الجانب النفسي يعني يتأثر لدى البعض هنا كيف يمكن أن نقدم نصائح للعائلة وللأفراد داخل يعني البيت حتى تكون يعني الوضعية أفضل يعني حتى نخفف عليهم من شدة الوضع أول حاجة يلزم نذكره معناتها العبيد أنه الشي اللي قاعدين نعيشوا فيه هالمرض وهالغيس اللي يواخذينه وكلنا أمامنا أنه هذيا ينجم يجيب اضطراب نفسي قلق خوف وتنجم الأمور هذيا تدفقهم وتخطر برشا حاجات ما نعرفوهم شو كي نجهلوهم نخافو برشا رأوا في العالم أجمع وإذا يا زيدا حبيت نقولوا نلزم ناش نعديه نهارنا وإحنا نتفرجوا على الأخبار أو في إيتاليا قدشمات أو في درافين قدشمات هذيك ورنا أنه كي نبدأوا الإكس 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 معلومات هو في نفس الوقت حتى لا يطني بافية المعادلة كيف تكون؟ ليس بشي خلي وقته كله هو بشي حافظ بشي حاول بشي نقص من هيك التوتر النفسي اللي عنده دجا هو ان تانك إكس بوزي ياخذ ساعة الإجراءات وقت اللي واحد وياخذ إجراءاته بتاع ما يخرج وياخذ إجراءاته بتاع غسل اليدين وكل شي هذا كله عنده تأثير نفسي وقت اللي تعرف روحك أنك أنت تعمل تقوم بالبريفنسيون هذية تغسل يديك تعمل تبعد تخلي الساعة يفو بخزير بخزير وقت اللغوتين بتاع نهارك تقوم الصباح تعمل مش مسيب ولا ما ترقدش في الليل وترقد في النهار وتبدل نمط حياتك يأكدوا برشا على المحافظة على التوزن النفسي والأكل والنوم وحتى باش ما يتأثرش العبد وما يتوترش برشا ماذا به كل واحد مننا مغروم بحاجة واحد بالقراية واحد بالمطالعة على سبيل ذكر الجرس والمطالعة كيف يمكن اليوم للطالب أو التلميذ الذي كان يمفي أساعات طوال خرج البيت في الدراسة أن يتعامل مع هذه الوضعية حتى لا تؤثر على جانبه النفسي سلبيا كذلك بالنسبة لكبار السن وكذلك بالنسبة للأطفال يعني لو تقدم لنا دكتورة مجموعة من النصائح لهذه الفئات العمورية هو الأطفال الذي رأيه في الوقت هذا خطر معنا زيدا الطب النفسي للأطفال الأطفال عرضة هما زيدا للخوف والقلق والأمراض حتى الاكتئاب والأطفال رأهم يأخذوا ياسر معناتها التصرف بتاعهم يكون متشابه للتصرف بتاع أوليائهم كان أوليائهم مشين بالعقل وبالفهم وبالرزانة هما ويفسروا لهم واللي يلقى صعوبة مع صغيره هذا يا زيدا نحب أن نقول أنه فما نوامر بتاع الاسيستانس بسيكولوجيك فيها أطباء نفسانيين أخصيين حتى في الأطفال أنه الأم تنجم تعمل تليفون أنه صغير كان هو بيد ينجم ياخذ حصة ينجم يعمل حصة اللي تنحيل المخاوف هذوكم بتاع وكل تنجم العائلة تلقى أوقات ترفيه تلقى أوقات تلقى أوقات حتى للنشاط البدني معناتها كل عائلة تلقى هي فرصة بالكشي باش العائلة ترجع مع بعضها في الختام دكتورة نصيحة ذهبية وباختصار للمشاهدين ولكل الفئات العمورية قبل أن وادع نصيحة نصيحة نخلي العلاقات بتاعنا فما حاجة مهمة برجعة في الأمراض الكل اللي هو يسميها السبور سوسيال نحن نتوى في عزلة وما العزلة هذه النجمة نكون معناتها ما نحن في العزلة بالتليفون بالسكاي التواصل يعني التواصل وقت اللي باش نتواصل مع أختي ولا جارتي ولا صاحبتي أنا باش نحكي لها على روحي هذه باش نقص برشا من الضغط اللي قاعدة نشعر فيه باش تحكي هي على نفسها باش نفطن اللي أنا على التواصل نتواصل معك إن شاء الله في لقائتنا قادمة دكتورة مشكورة إذن دكتورة ماجدة أشعور اللوز رئيسة قسم بمستشفى الرازي ونائبة رئيسة الجمعية التونسية للأطباء النفسين شكرا دكتورة على الحضور وعلى مجمل هذه النصاح على إثر تأكد صابة طبيب استعجال منتدبا بالمستشفى الجهوي بالقصرين وهو قاتل بولاية المهدية بفيروس كورونا دخل أعوان وإطارات المستشفى في حالة احتقان تنديدا بما اعتبره لا مبالات من قبل إدارة المستشفى حالة من الاحتقان يشهدها المستشفى الجهوي بالقصرين إثر اكتشاف إصابة طبيبنا بقسم الاستعجال بفيروس كورونا الإطار الطبي وشبه طبية نفذ وقفة احتجاجية أمام قسم الاستعجالية وتنقل أمام مقر الولاية للمطالبة برفع عيناتنا لكل من تواصل بالطبيب بشكل مباشر أو غير مباشر في العين جاءت أنه السيد هذا رأى يعني كان حامل للفيروس وبالتحر أرجعني لأنه طبيب هو طبيب صحة عمومية يعني منتدب في الجهة الصحية القسرين لكن مقر سكنها المهدية عوان ناخد ممعاه ما تلفت لنا حتى مسؤول في السبتار ما تلفت لنا حتى مسؤول في الولاية جينا أنا نطالب وبشي عملون لتحاليل عنا حتى شي نحن البافيت ما نكسبوه بافيت نخدم به ثلاث ايام اللي سمعتوا أنه تنجم توصل وثمانية تحاليل فقط ثم أكثر من مئتين برسونال شوف أنت البرسونال الوحيد ينجم يكونوا في جرطه عشرين ثلاثين واحد أخر الوحدات هذا اليوم كان لحماية الملك العام وفرض احترام القانون التجمهر هذاك كان ينجم ينقل العدوى كان ينجم ينقل الفيروس تو التجمهر هذاك باش هو اللي باش يزيد يسيبنا بوابل يعني من الوباء حسب المصادر الطبية فإن عدد المصابين مرشح للارتفاع ما يجعل الحاجة ملحة لدعم قطاع الصحة بالإمكانات والمعدات والرفع من عدد العينات شخصا شخصا ومعنى القائمة والاشخاص الضومة باش يتم مراقبتهم ورفع عينات إذا لازم الأمر من أن نأكد على المعدات المستلزمات الطبية للوقاية وللعمل فتجاوز عدد الأشخاص الذين كانوا على تواصل مباشر بالطبيب السبعين شخص بين إطارات طبية وشبه طبية ومرضى وسيتم إخضاعهم للحجر الصحي الإجبارية ورفع عينات منهم طبعا في متابعة لهذا الموضوع ولمزيد من المعطيات حول الوضع الصحي بالجسرين تنضم إلينا مباشرة من الجسرين مراسلتنا نادية أرتيبي مرحبا نادية وهل تمت تسوية الإشكالات المسجلة صباح اليوم في مستشفى الجسرين بعد الاحتجاجات نادية هل تسمعينني نادية نادية أنت على المباشر نادية نادية يبدو أن الصوت لا يصل إلى نادية عشيت اليوم الهدوء إلى المستشفى الجهة وبالجسرين مع تسجيل نقص فادح في الإطارة الطبية وشبه الطبية بالمستشفى خاصة نعم سوصن نعم سوصن كما قلت أنه كما قلت سوصن أنه تم تسجيل نقص فادح في الإطارة الطبية وشبه الطبية بالمستشفى الجهة وبالجسرين بعد اكتشاف إصابة الطبيب بفيروس كورونا وحاليا تم حصر أعداد الإطار الطبي وشبه الطبي وأيضا المرضى اللي كانوا على اتصال مباشر أو غير مباشر بالطبيب اللي عاد فجرة اليوم قبل أن يعلم بنتيجة التحاليل إلى مسقة رأسه المهدية بعد الانتهاء من فترة العمل وهي 36 ساعة مجموعة من الأسئلة التي ترحت اليوم خاصة لماذا لم يتم وضع الطبيب في الحجر الصحي فورا أخذ العين منه وذي بشي جاوبنا عليها السيد عبدالغني الشعباني المدير جهوي للصحة اللي كان يتبع في الموضوع دكتور عبدالغني مرحبا بيك السؤال معناه واضح لماذا لم يتم الإخبار عن هذه الحالة أو الشبهة في قسم استعجالي لنجتنب هذه الفوضى العارمة اللي صارت اليوم هي ليست شبهة وإنما الطبيب هذا يبشر في عمله طبيعي كان فيه جهازة قصيرة في مسقط رأسه ورجع إلى العمل يوم الأحد وكنت أنا في زيارة المستشفى يوم لحد وقابلت حتى طبيب هذا ويعني ما عندوش حتى علامة للأعراض المتاع اللي نشاهد فيهم والناس كل والتعرف المتاع الكورونا فيريس اللي هو ذيق التنفس يعني ذيق التنفس كحة شايحة أضم لكل الأعراض وارتفاع في درجة الحرارة أضم لكل الأعراض ما عندوش الحاجة الوحيدة عندو أحمرار في العينين أنا لو كنت نحسبه مرهق ولي كان بيت يعني هو جانهرتها يعني يوم الأحد إلى العمل بعد الإجازة القصيرة رفع العين ديما نحن نأخذ في أقسام الاستعجالي الموجود الكل ديما حسب يعني الوافدين على أقسام الاستعجالي نأخذ بعض العينات حسب العدد الوافد الاستعجال إذا كان يجيه مئة مريض مرات نأخذ ثلاثة أربع عينات توقيا واستباقا للمرضى لحامل الفيريس اللي هو ما عندوش حتى عراض والحمد لله نحن رفعنا له عين لو لم يعني ما عندوش حتى عراض لرفع العين نحن استباقين رفعنا عين والعين ودوم جاءتنا أخذت الاحتلاطات اللازمة في المستشفى هو تعقيم الأقسام اللي دار فيهم الطبيبة ذاية تعقيم قسم طب النساء والتوليد عفوا لماذا لم يتم أعلام التاقم المتوب نوجود في قسم الاستعجال بيرفع العين على الأقل تكون فيما جانب من جوانب الوقاية معناها في صورة ما معناها كان فيما الإصابة سلبية أو إيجابية فلخ ظهرت إصابة إيجابية هي العين 15 و20 عينة يعني العينة كانت ما فيش حتى اشتباه ما عندوش حتى عراض الكورونا في ريس العلامة الوحيدة وحمرار في العين اللي مشي موجودة ما ثمش يعني الحمرار في العينين ما مش موجودة وقم تلاحظوا حتى في على شاشات التلفزة يعني العراضة دي ليس مدرجة في عراض الكورونا في ريس إذن نادية مشكورة أنت وظيفك على هذه المداخلة وعلى هذه الإضاحات ونرجو السلامة لكل المواطنين وكل التونسين إذن ببادرة من الاتحاد الجهوي للفلحة والصيد البحري بجندوبة ولمزيد إحكام تطبيق إجراءات الحجر الصحية الشامل بعث الاتحاد أسواق خضر متنقلة من المنتج إلى المستهلك لتسهيل اقتناء حاجية المواطنين وتقريبها منهم في بادرة تهدف إلى المساعدة في تطبيق إجراءات الحجر الصحية العام أطلق الاتحاد الجهوي للفلحة والصيد البحري بجندوبة سوقا متجولا من المنتج إلى المستهلك هذه السوق التي تجوب خلالها عدد من العربات المحملة بالخضر والغلال أحياء المدينة قد تسهم حسب أصحاب هذه المبادرة في القطع مع التجمعات وفي تجياء المواطنين على البقاء في منازلهم واقتناء حاجياتهم دون اللجوء إلى الأسواق والمحلات التجارية هدف الرئيسي هو مساهمتنا في الحظر الصحي وحبينا أن المنتوج يوصل للمواطن البيب دارة وزيد على ذلك بسعر الجملة مش بسعر التفسير أولا أن نقصنا الاقتضاء في المرشي ثانيا تصدينا للناس التي قاعد استغلت الفرصة وغلت الأسعار اليوم وفرنا بسعر الجملة اليوم كفلحين جندوبة مستعدين لنزود الولاي كل المعتمدية وكل الأرياف بالمنتوج من جهة أخرى أكدت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بجندوبة عملها على تلافي بعض الإشكاليات الخاصة بالتزود والتزويد وخاصة تزويد المناطق الريفية بمدى تسميد هناك تنصيق يومي مع مصالحة التجارة ونحن مخلين بعين الاعتبار خاصة المناطق الريفية لتلقى صعوبة في التنقل إضافة إلى معناها أن الحظر الصحي العام اللي هو يفرض عدم التنقل إلا الضرور القصوى نحن هذي كل قاعدين نسقم على السادة المعتمدين على السادة العمد نحن يومياً هناك معناها شاحنات من المادة السمير أو الفرين أو كل المواد الأساسية يقع تأمينها بالوحدة الأمنية والجيش الوطني إيصالهم إلى معناها الأشخاص الوحر خارية الأزمة هي مكلفة بمتابعة الوضع الصحي بولاية جندوبا ومتابعة كل الأشخاص الملزمين بالحزر الصحي هناك من ملزم وهناك غير ملزم تم إصدار قرارات في الأشخاص الملزمين بالغير القراش وكذلك الغير ممتثلين للحزر الصحي قائمة هذه الحقيقة في نقص يوم بعد يوم خاصة اللي هم غير ممتثلين وذلك بفضل المجهودات لكل المتدخلين في الزام الأشخاص هذين بالحزر الصحي سوق متنقلة من المنتج إلى المستهلك بجندوبا قد تسهم في الحد من التجمعات وفي تفعيل إجراءات الحزر الصحي العام إذن مشاهدين هذا كل ما لدينا من أخبار البقية تأتيكم في نشراتنا القادمة ونذكركم بالعنوين شفاء أربع مرضى من فيروس كورونا وارتفاع في عدد الإصابات بهذا الفيروس في مختلف ولايات الجمهورية تطوع رجل أعمال لتركيز وحدة الخاصة بمرضى فيروس الكورونا بمستشفى سهلود وشروع في إجراء تحاليل مخبرية في مستشفى فرحات حش دبيسوسا تظافروا جهود القوات الأمنية والعسكرية والمجتمع المدني لتطبيق الحجر الصحي وفي النشر بيانات مختصة حول التعامل النفسي مع فترة الحجر يمكنكم مشاهدين متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزاء التونسية في الختام ليحمي الله تونس والجميع ضمتم في رعاية الله وإلى اللقاء